الله الله لا بد لطالما سبح مع تيار رفض النفوذ الإيراني في العراق وشجع أنصاره على ذلك ثم ما لبث أنعاد فتحالف مع من يدينون بالولاء لحكام طهران مقتدى الصدر المتحالف مع ميليشيات وصفها سابقا بالوقحة سعيا إلى تكوين الكتلة البرلمانية الكبرى التي تضمن له السيطرة على الحكومة المقبلة في العراق بعد انتخابات بات إلغاؤها أقرب في رأي كثيرين من إنفاذها بسبب الخروقات الجسيمة التي شابتها وكالة السوشيتد بريس الأمريكية رصدت في تقرير لها التناقض في مواقف الصدر قبل وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة فالرجل شن حملته الانتخابية وفقاً للوكالة مستنداً إلى دعوات إنهاء السياسة الطائفية واستبدالها بحكومة تضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة إلا أنه بدلاً من السعي إلى تنفيذ ذلك شكل بعد الانتخابات اتلافاً مع كتلة الفتح التي تضم بعض ميليشيات الحشد المدعومة إيرانية التحالف بين كتلتي الفتح التي يتزعمها هادي العامري وسائرون بزعمة الصدر وفق تقرير الوكالة الأمريكية يعبر عن صفقة برعاية إيرانية تظهر الدور النشط الذي تلعبه طهران في تشكيل الحكومة المقبلة كما تظهر قدر النفوذ الإيراني على مقتدى الصدر إذ دشن التحالف إثر لقاء جمع الأخير بقاسم سليماني القيادي بالحرس الثوري الإيراني نفوذ يؤكده مركز كارنيغي للشرق الأوسط في تقرير آخر يرجح أن طهران تعرف التيار الصدري حق المعرفة إذ أنها دربت معظم قادته عسكرياً وأيدولوجياً منذ العام 2003 بل إن بعض ميليشيات الحشد منشقة عن التيار الصدري مثل العصائب والنجباء وغيرهما ولذلك فإن إيران وفق ترتيباتها في العراق لن تستبعد الصدر من دائرة الحكم لكنها في الوقت نفسه لن تعطيه دوراً مسيطراً على الحكومة المقبلة وهو نفس توجه الأمريكيين حسب تقرير المركز ليظل تشكيل الحكومة عكاساً لصراع النفوذ بين القوى الخارجية المتحكمة في العراق بعيداً عن أي مراعاة لمصالح الشعب العراقي اشتركوا في القناة